خالية حزينة تسأل عن زوارها إنها مدينة ألعاب الزوراء أكبر متنزهات بغداد رغم عدم شمولها خلال عيد الأفحى بإجراءات الإغلاق الصحي إلا أن حرارة الصيف اللاهبة منعت أغلب الأسر من ارتيادها بالنسبة للعيد نحن متعاودين أنه الناس تطلع تروح مدن ألعاب مناطق ترفيه لكن ارتفاع درجة الحرارة هذا الصيف سيمنع هذا الموضوع خوفا على أفراد العائلة من ضربات الشمس، ارتفاع درجات الحرارة، شحة المياه، هواية هذه أمور ستؤدي لارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير ورغم أن ارتياد متنزه زوراء يمثل بالنسبة للكثيرين تقليدا سنويا خاصة خلال الأعياد إلا أن الأسر البغدادية قررت على ما يبدو التخلي مجبرة عن هذا التقليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة قاصدة المراكز التجارية الكبرى كبديل ترفيهي يحمي من حرارة الصيف متنزه الزوراء الآن شبه متروك، عناية ماكو، إهمال بالعكس المولات، أسأل اهتمام كلها بالمولات وعلى الجو البارد والمطاعم والكافيات والأطفال على الملاعب هي كل سنة درجات حرارة عالية، بس أكيد السنة يعني فتشي يعني كانت الحرارة فأكيد العالم تلجأ لها المكانات بدل من المتنزهات والزوراء وغير مكانات وإذا كانت الفرحة الكبرى للكثير من العراقيين تكمن في تخفيف إجراءات التباعد خلال عيد الأضحى فإن الفرحة الأكبر كما يقولون هي عندما تطوى إلى الأبد صفحة فيروس كورونا مهما كانت الظروف الصحية والأمنية يتمسك العراقيون بطقوس العيدة التي تمثل المتنزهات والأماكن العامة، أحد أهم أركانها حيدر الأسد، سكاينيوز عربية، بغداد اشتركوا في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة أحدث الفيديوهات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس سكاينيوز عربية، شاهد، شارك